اشتركوا في القناة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف كان ابرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقا وصولا الى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وامين صندوق تحيا مصر اشتركوا في القناة